اشتركوا في القناة وانما من جامعات بريطانية حق لكم ان تنتقدوا اصلا عمر خالد كشفناه من زمان صنيعة توني بلير بصراحة اريد به ان يكون رمزا مضللا لكن ما نجح ليكون رمزا في تمييع الدين تماما كما يفعل خصومه كابن زايد ناصر الملل والاديان الوثنية ومن اعظم انجازاته ان الارتقاء الايماني يتحقق بدجاج الوطنية لم تقتقي روح الا من جسدك وبطنك يبقى صح لكن ايها المتناقضون يا ايها الذباب الالكتروني الاماراتي وغيره انا سيتم مفتي مصر الحالي احمد الطيب خريج السوربون اللي استعملوا ابن زايد مثل ملأة الغسيل تعفوا ملأة الغسيل مثل ملأة الغسيل عشان يروج به للبيت الابراهيمي والاخوة الانسانية وتبويس البابا الله وكيلك رايح على الفاتيكان ورجع من الفاتيكان واذا التقى الختنان وجب الغسل شوف كيف بلتقوا مع بعضهم بيبوسوا بعضهم بيعبطوا بعضهم هيدا سيتويا متناقضون خريج بريطانيا لا تجارة في الدين واللي تاجرتوا فيه واستعملتوا ملأة الغسيل يا ابن زايد هيدا مش كمان يستحق الانتقاد ان يكون مفتي مصر وخريج السوربون مين جابوا مفتي مبارك الله لا يبارك فيه لا دنيا ولا اخرى رجل ليبرالي علماني حزب الوطني الديمقراطي فجأة شاء اسمه هيدا ما انتم تؤدوه هيدا مش تجارة في الدين ايه بس لانه عمر خالد نشأ في بيئة اخوانية اشتغل الهجوم عليه انا وقفت ضد الاخوان وما عاجبني منهجهم وقررت اني ابتعد عنهم دينا وانتقدهم وانتقدهم دينا قبل ان تنتقدوا الاخوان وقبل ان تشن الحملات السياسية التي انطلقت سياسيا يوم ان انطلقت الحملات سياسيا ضد الاخوان كنت قد سبقتهم بعشرات السنين وكانت حملتي عقائدية لا سياسية ولهذا لا اتناقض لله الحمد لم انكشف بمثل هذا الموقف المتناقض الذي تقفون منه تنتقدون الاخوان طيب شو عند الاخوان الاخوة الانسانية لشو انتم لستم دعاة الاخوة الانسانية هذا هو مفتي السربان تروجون بواسطته للااخوة الانسانية تروجون بواسطته للبيت الابراهيمي الاخوان معروفون بالتساهل وتميع العقيدة وانتم تشابهونهم وتنتقدونهم شفت التناقض لما يكون المنطلق ليس لله لابد ان يتخلى له تناقض والحمد لله العقيدة السلفية هي المنتصرة هي القائمة هي المقتدية بسلفنا الصالح من لدى سيدنا ابراهيم اللي عملته البيت الابراهيمي باسمه وحق ان تغيروا هذا الاسم الى البيت الابراهيمي مش الابراهيمي البيت الابراهيمي وقبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا ابراهيم وقومه وقومه الذين قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده تناقضون ينتقدون الإخوان ويفعلون فعل الإخوان مثل هذا محمد العيسى رايح جايه تبويس ومعانقة لكل ما هو مشرك وثني كل زعيم طائفي مشرك وثني شوفوا التبويس والتقبيل شوفوا التقبيل والمعانقة يعني ما بده أقول له غنية مونمور على هالمعانقة شوفوا هون عم بيسلي الجنازي على بني قوينقاع وبني قريضة وبني النظير شي بيقول لك سبحان اللي خلق هالحب بينتهم سبحان من جمع بينه وبين الوثنيين سبحان الله شو هالحب العظيم للوثنيين عند دكتور محمد العيسى رئيس الرابطة الإسلامية دقاء أجراس الكنايس ما شاء الله خمس دقاء حسب السنة النبوية يعني جعل الدقاءت وترن ما شاء الله عيب عليكم عيب يا تجار الدين بس الأخوان تجار الدين أنا أشهد أن الأخوان عندهم تجار الدين وتميع عقيدة وعندكم ما يطابق ذلك تماما فكما أنكم انتقدتم عمر خالد لتخرجه برسالة دكتوراء وماجستير بعنوان التعايش وفرحه بتخرج ابنه من بريطانيا هل انتقدتم اللي إجا واخترق الأزهر واستولى على منصب الأزهر وهو متخرج من السربون وعضو الحزب العلماني الوطني الديمقراطي اللي أنشأوا الله لا يبارك فيه لدنيا ولا آخرها يا متنقضون استحوا على دمكم أيها الذباب الإماراتي السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة